خدوا بقى جنب الامم المتحدة انطونيو جوتريتش بيقول ايه اشيادة بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي لخفض التصعيدة في غزة ودخل رسمي كده على طول الازمة الحالية ده كلام امين عام الامم المتحدة هي ازمة حالكة تمر بها الشرق الاوسط او يمر بها الشرق الاوسط لأول مرة منذ عقود الحمد لله ان انت خدتوا بالكم الشعب الفلسطيني يعاني معاناة شديدة جراء القصف الاسرائيلي ودعا ده امين عام الامم المتحدة اللي مجلس الام بتاعه رفض وقف اطلاق النار بسبب رفض فرنسا وبريطانيا وامريكا واليابان للقرار اللي كان متقدم لمنقشته والتصويت عليه من روسيا انما ما علينا ما هو امين عام منتخب بيقول ان الشعب الفلسطيني يعاني معاناتهم شديدة جراء القصف الاسرائيلي يا راجل ودعا لوقف اطلاق النار في قطاع غزة وادانا قصف المستشفى المعمداني في القطاع وان ما يجري في غزة يفوق الوصف ولا شيء يبرر العقابة الجماعية يجب احترام القانون الدولي الانساني واستهداف المستشفيات مرفوض انا هنا الحقيقة لازم في الحتة دي تحيي امين عام الامم المتحدة لانه الان يعلم هو بيقف وبيقول هذي التصريحات من مصر خدوا بالكم مع وزير الخارجية المصر وان مين اللي حيتضايق من التصريحات دي اه هناك طرق لاتخاذ القرارات داخل الامم المتحدة ولكن لا يوجد حجر على امين عام الامم المتحدة في تصريحاته او رؤيته رغم ان هما بيقفوا ويتكلمهم ويعودوا وقولوا اللي هما عايزين جواء الامم المتحدة وبيهجموا الفلسطينيين ويعملوا كل حاجة ولكنه لا يستطيع ان يجبر امين عام الامم المتحدة على ان يتحدث ده مش مدير الامم المتحدة ده مش الموظف اللي بيدير الامم المتحدة الرجل المنتخب اللي بتنتخبوا الدول وبيكون مرشحا من دول اخرى زي ما كان عندنا بطرس غالي قبل كده امين عام للامم المتحدة ليه لان الدول العالم انتخبته امينا عاما ولكنه يعامل طبعا معاملة الرؤساء وغيره انما هي القضية في ايه انه ما يحق له ان يتحدث ولكنه لا يتدخل في قرارات المؤسسات داخل الامم المتحدة التي تتم بالتصويت انتقل بكم الى لقاء اخر زي ما قلت لكم رئيس الوزراء البريطاني في تل ابيب ووزير الخارجية البريطاني مع سامح شكري ايضا النهاردة واشاد بمبادرة المصرية لاستضافة القمة الدولية بعد غدا السبت للتعامل مع الازمة المستمر وجاء في تصرحاته النهاردة في المناقشات رفيعة المستانة انا بقرلكم من الاخبار معليش الاخبار متلاحقة جدا فانا بحب ان انا اكون محدد لما اقول لكم كده وانا رحب الوزير البريطاني خلاله بالتنسيق التي تقومها بسر علشان اصال المساعدات طب انت عايز مساعدات وبايدن عايز مساعدات واحنا موقفين المساعدات على الباب وارئيس وزارعك عايز مساعدات والامم المتحدة عايزة مساعدات هو مين اللي منع المساعدات وانتو مش يديم تضغطوا عليه عشان المساعدات حننطلق ونكمل حلقتنا مع أحداثكم النهاردة وحنناقش كل هذه الأمور حلقة الحال يوم ممتدة معاكم الحقيقة حنقب معاكم بضعة ساعات وحقدم لكم كل الأخبار وحنقش لكم بقية الأخبار كلها وكل الأحداث وكل ما يحدث واللقاءات المختلفة لأنها أصبحت من حياتنا الأساسية في مصر كل يوم الوقت بسبب هذه الأزمة